الآن والحديث أكثر عن أداء جلسة اليوم معنا مناف الملوحي مدير قسم الأبحاث في شركة الصف والخدمات المالية الإسلامية أهلا وسهلا بك مناف يعني منذ بداية الأسبوع كان المحللون يصفون أداء الأسواق المحلية خاصة سوق دبي المالية لأنه هادئ يميل الثبات في معظم الأحيان اليوم نرى انخفاضات هل كانت متوقعة عقب هذا الهدوء؟ الهدوء هو بصراحة في التداولات وهو أحجام التداولات وليس الهدوء في حركة السهمة وحركة السوق بشكل عام الهدوء اللي كنا عم نشوفه في الأيام الماضية أنا برأيه هو هدوء فقط في أحجام التداول اليوم حتى أحجام التداول كتير كتير متدني هذا عم يخلي عدم ثقة وعم يخلي عدم دخول في السوق من أول جديد من المستثمرين لكن في نقطة كتير مهمة عم نلاحظها وصرنا متابعينها كذا مرة وحتى عم تتكرر سيناريو مرة أكثر عن مرة اللي هو أنه عند مناطق معينة تدخل السيولة بشكل قوي وابتدأ إلى رفع المؤشر أو حتى إلى رفع الأسهم بعض الأسهم خلينا نتكلم عن الأسهم شفنا أعمار اليوم على ستة تلاتة وتسعين يوم الخميس واليوم الحركة المشابهة بشكل كتير كبير آخر الجلسة بيفوت فوليوم على السهم بيحاول أنه يغلق السهم على سعر أفضل من السعر اللي هو عليه الفكرة هي فنية أكثر ما تكون يعني اللي متابعين تيكنيكل محلل التحليل الفني بلاقي أنه في نقطة معينة على أعمار ما لازم يجاوزها من تحت ففي عملية رفع للسهم لأنه يكون أغلاقه أعلى أغلاق أفضل من الإغلاقات السابقة بحيث أنه ما يكون مؤشر سلبي على التكنيكل أناليسيس على التشارت بشكل عام فهي لاحظناها نهار الخميس وعمنا لاحظنا اليوم ارتفاع في السيولة آخر الجلسة لرفع المؤشر وتقليص الخسائر كان 50 نقطة تقريبا مؤشر دبي صار 30 يمكن في الأخير أفضل المؤشر الآن عند مستويات 3455 نقطة هذه المستويات ماذا تعني وما الذي بعد هذه المستويات برأيك خلينا نستنى الأسبوعي في عنا أساسا بيانات كتير مهمة عنا اليوم اجتماع الفدرالي طبعا بيانات خارجية وليس الداخلية اجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم وبكرة غدا اعلان عن النتائج عن الفوائد غالبيا ما في رفع لكن الكلام تبع الفدرالي والتون تبعه شو توجهاته للفترة المقبلة كتير كتير مهمة كيف ممكن نعكس على الأسواق برأيك يعني بعض المحلين يرون بأنه نتائج اجتماع الفدرالي كيف ما كانت وكيف ما كانت نبرة الحديث لن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية هل تؤيد هذه النظرة خلينا نشوف إذا أن النبرة وإذا أن الكلام اللي عم يصير هو تأثيره عم يكون على الأسواق المحلية الأمريكية والأجنبية هناك الأمريكية الداو جونز والأس أم بي الأسهم الأمريكية بشكل أكتر عم تتأثر تأثرة هناك عم يأثر على سونة فنحن علاقة معهم مبدئيا على الشورت ترم علاقة غير مباشرة لكن لما يصير فيه عمليا ترنزيل لسعر الفائدة ونفرض أنه قرر الفدرالي رفع لسعر الفائدة لو ونفرض أن الفدرالي قرر رفع لسعر الفائدة هون بيصير تأثير مباشر أكيد وخاصة أن نشوف ردة فعل البنك المركزي عنا هون فيه رفع كيف الرفع عندش نسبة وكيف حيكله تأثير داخلي أكيد وقتا لكن طالما هو حديث لحد الآن فالتأثير عم يكون على حركة الأسهم برا اللي بدور عم تأثر علينا فهلأ خلينا نشوف بكرة يا ترى الداو جونز والأس أم بي حيكونوا في صعود فأكيد حيكون تأثيره إيجابي على سوءنا هون وإذا كان فيه هبوط حيكون تأثيره سلبي أنا ما أقول أننا فولوورز وكثير نقطة بنبيع عليها نحن ما نتابعين لأنهم من شكل كامل لكن نتأثر مثل ما بقيت الأسواق العالمية كلها تتأثر الأسواق تتأثر نعم صحيح طيب وصفت قيم التدولات على أنها ضعيفة جدا ومنذ فترة توصف بالفعل قيم التدولات على أنها ضعيفة تعكس تخوف كما ذكرت أيضا بكلامك هذا التخوف من قبل المستثمرين لماذا؟ هل هو فقط بسبب الأسباب العالمية اللي منظل نتحدث عنها أسعار النفط، اجتماع الفيدرالي وما إلا ذلك أم هناك أسباب محلية تخيف المستثمر أيضا؟ هلأ إذا بدي برر فيني برر شو ما كان لكن لنحكي بشكل علمي الفترة الماضية كنا نحن نريد أنه في عنا أعياد وأعطال وكان هناك مبرر لأنه يكون هناك ضعف في السيولة ولأنا في بعض السنين الماضي كان هناك ثيولة عالية بذلك مشيص트가 له validated لكن كنا هناك مبرر على الأقل لضعف السيولة بذلك في الفترة المقبلة الآن المفروض أنه ما لم يتحدث هناك مبررات إن لا يتحدث أن نحنا هناك نتائج الربع الثالثة على الأبواب والمفروض تكون سيولة ترجع وتدخل إذا كنا ما في سيولة عم ترجع وتدخل هلأ فهو عدم ثقة من المستثمرين في السوق نتيجة الجيوسياسي نتيجة تراجع سعار النفط نتيجة الفائدة الفائدة يمكن يوم يومين بيبين موضوعها على الأقل للاجتماع القادم يعني الفدرالي القادم وقته بيبين فهو هناك فترة أنك أنت تتحرك لكن إذا ما شفنا سيولة دخلت بالفترة القادمة فنحن في صدد أنه نحن في تخوف بالفعل من المستثمرين والمستثمر هو طويل الأمد هو اللي بيشتري السهم وبيطلع وليس المضارب اللي بيدخل وبيطلع في اليوم فإذا شفنا هذا الشيء وملقينا في تداولات تدخل حقيقية بالسوق فنحن بالفعل أنه عنا مشكلة في ثقة المستثمرين وهي لجب معالجة المشكلة أساساً لحتى ترجع السيولة تدخل نعم منافأ الملوحي مدير قسم الأبحاث في شركة الصف والخدمات المالية الإسلامية شكراً لعطيك العافية شكراً لك